فقط عزيزي المشاهد قم بنسخي ورسق الفيديو واربح أكثر من 800 دولار شاريا إذن قبل أن أنتقل إلى الشرح فجميع المواقع التي سأستعملها في هذا الفيديو ستجدون روابطها أسفل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً لمتزبعي قناة الحميلي إذن فكلكم سمعتم عن ميزة أطلقت اليوتيوب مؤخراً وهي يوتيوب شورز أو بمعنى آخر الفيديوهات القصيرة إذن من خلال هذه الميزة الجديدة التي أطلقتها اليوتيوب يمكنك أن تحقق أزيد من 800 دولار في كل شهر ولكن كيف يمكنني أن أحقق هذا المبلغ فقط بنسخي ونسق الفيديو بدون أي مجهود فهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو إذن قبل أن أنتقل بكم إلى المكان الذي سنحصل فيه على الفيديوهات وكيف يمكننا تقطيع هذه الفيديوهات ما هو الحجم الأصلي لليوتيوب شورز إذن كل هذه الأشياء سنتعرف عليها لكن واجب أن أريكم بعض القنوات التي يحقق أصحابها المئات من الدولارات كل شهر مثلاً كهذه القناة التي أمامنا الآن فلاحظوا معي هذه القناة أنشئت حديثاً تقريباً مدتها لا تتعدى 6 أشهر ولاحظوا معي كم عدد المشاهدات التي تحقق هذه القناة 59 مليون مشاهدة 98 مليون مشاهدة لاحظوا معي كم عدد المشاهدات 47 مليون مشاهدة مشاهدات كثيرة جداً بالإضافة إلى عدد المشاركين كما قلت لكم علماً أن هذه القناة قناة حديثة أو قناة حديثة النشأة إذن فهذه القناة تحديداً تم إنشاؤها يوم 13 شهر 1 2021 لاحظوا معي وكم عدد المشاهدات التي تحققها هذه القناة سنتوجه لنتعرف كم أرباح هذه القناة لنأخذ رابط هذه القناة ثم بعد ذلك سنتوجه إلى هذا الموقع طبعاً هذا الموقع سأترك لكم رابطه أسفل الفيديو إذن هنا سأقوم بلسق الرابط الخاص بهذه القناة إذن لاحظوا معي كم تحقق هذه القناة من أرباح في كل شهر إذن في كل شهر فقط يعني هذا تقديري ولكنه يعني هذا الموقع يعتبر من أهم أو من أحسن الموقع التي تعطي الأشياء يعني تقريباً حقيقية إذن ما بين تحقق في الشهر ما بين 194 ألف دولار وقد تصل الأرباح إلى 3.1 أو 3 ملايين دولار في كل شهر تماماً إذن لاحظوا معي عدد المشاركين التي تحصل عليه هذه القناة في اليوم إذن فقد حصلت يوم 22 شهر 7 2021 حصلت على 10 ألف متابع لاحظوا معي لاحظوا معي ثم عدد المشاهدات في كل يوم 27 ألف و 3 مئة وتسعة وتمانون لاحظوا معي كم عدد المشاهدات التي تحقق هذه القناة يومياً أيضاً هذه القناة التي تقدم فيديوهات قصيرة لاحظوا معي كم من فيديو وعدد المشاهدات على هذه القناة لاحظوا معي إذن فهذه الأعداد طبعاً خيالية إذن فصاحب هذه القناة أيضاً هو يحقق الألاف من الدولارات لاحظوا معي هذه القناة أيضاً المتخصصة في الحيوانات وتحديداً متخصصة بالقطة لاحظوا معي كم عدد المشاهدات على هذه القناة كيف يمكننا أن ننزل فيديوهات قصيرة ويمكننا أن نربح منها الألاف من الدولارات؟ طبعاً هذا ما سنتعرف عليه في هذه القناة إذن سنتوجه إلى اليوتيوب ثم سنكتب دوغ مثلاً فقناتي ستكون مختصة بالكلاب سنكتب دوغ إذن فهنا ظهرت طبعاً مجموعة من الفيديوهات التي عليها مشاهدات كثيرة 331 مليون مشاهدة سنتين 31 مليون مشاهدة لاحظوا معي كم عدد المشاهدات إذن فنحن كيف يمكننا أن نحصل على الفيديوهات؟ طبعاً وتكون فيديوهات ليست علي حقوق طبع والنشر إذن سنضغط على الفلاتر ثم بعد ذلك نتوجه إلى ترخيص Creative Comments مفهوم؟ إذن سنضغط على ترخيص بمعنى آخر كل الفيديوهات التي سأجدها الآن فهي مرخصة أي يمكنني إعادة استخدام هذه الفيديوهات مثلاً كهذا الفيديو الذي عليه 18 مليون مشاهدة ثم هذا الفيديو وهذه الفيديوهات إذن كل هذه الفيديوهات فأي مرخصة ويمكنني إعادة استعمالها مثلاً سأختار هذا الفيديو فقط لنعطي مثالاً ثم إذن سأقوم بتحميل هذا الفيديو كيف يمكنني تحميل هذا الفيديو؟ سأأتي هنا إلى رابط الفيديو سأحذف من النقطة سأحذف WWA غير ذلك ثم سأكتب SS ثم أضغط على على أوكي أو على الدخول ثم سينقلني مباشرة إلى تحميل هذا الفيديو هنا سأختار الصيغة ثم سأختار جودة الفيديو ثم ذلك أضغط على على تحميل إذن بعد تحميل الفيديو سأتوجه إلى موقع Canva إذن فتسجيل في هذا الموقع بسيطة للغاية إما تسجيل عبر الفيسبوك أو تسجيل عبر GMI إذن سأتوجه إلى المربع الخاص بالبحث ثم أكتب تيك توك ثم تيك توك فيديو إذن فسأضغط على تيك توك فيديو لماذا سأضغط على تيك توك فيديو لكي يعطيني قالب يشبه طبعا يشبه القالب الذي تنزل عليه الفيديوهات القاصرة أو يوتوب شورتس طبعا سأضغط على هذه الخانة أو هذا المستطيل إذن سينقلني مباشرة إلى هذه الصفحة سأذهب إلى تحميل سأضغط على تحميل إذن بعد ذلك سأضغط على تحميل الميديا إذن فهذا الفيديو والذي حملته قبل قليل سأضغط على هذا الفيديو بفهم إذن سأجعل هذا الفيديو على مقاس هذا المستطيل إذن فهذا الفيديو أصبح على حجم طبعا المستطيل ثم سأتوجه إلى العلامة المقاس ثم بعد ذلك يمكنني أن أقتطف فقط جزء من هذا الفيديو ثم جزء بسيط أو قصير من هذا الفيديو طبعا يجب أن يكون هذا الجزء لا يتجاوز 60 ثانيا ثم 21 سأجعل مثلا 30 ثانيا ثم سأضغط على Don إذن بالضغط على Don يمكنني من هنا تحميل هذا الفيديو من هنا إذن سأضغط على تحميل الفيديو إذن فهو الفيديو يحمل هنا إذن فبعد ذلك تحميل الفيديو كما تلاحظون معي سأتوجه إلى اليوتيوب ثم بعد ذلك أقوم برفع سأقوم برفع الفيديو إذن تحميل الفيديو إذن فبعد ذلك يعني أن تضع عنوانا يعني أن تختار عنوانا لهذا الفيديو يجب عليك هنا في الوصف أن تكتب أو أن تضع هاشتاغ ثم أن تكتب شولز مفهوم؟ شولز إذن هذه مسألة مسألة أساسية ومهمة ثم بعد ذلك في أن تضع صورة مصغرة ثم أن تقوم بوضع العلامات إذن فمن أين يمكنني أن أحصل على هذه العلامات؟ إذن سأتوجه إلى هذا الموقع سأكتب مثلا هنا دوغز ثم سأكتب دوغ ثم أضغط على بحث إذن هنا سيعطيني جميع الكلمات الدلالية التي يبحث عنها الناس والتي تتعلق مثلا بالكلاب ثم سأقوم بلسق هذه الكلمات الدلالية ثم ذلك سأقوم بنشر الفيديو إذن فحقيقة هذه الطريقة فهناك العديد من القنوات التي يستطيع أصحابها أن يكسبوا مبالغ كبيرة جدا في كل شهر من خلال يوتوب شورز طبعا فهذه الميزة ميزة جديدة التي أطلقتها اليوتوب والتي تريد اليوتوب أن تنافس المواقع كمثلا تيك توك وكالانستغرام فحقيقة أتمنى أن يكون الفيديو مفهوم وواضح فإن كان لكم أي تسأل فلا تترددوا بتركه أسفل الفيديو وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله